السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سوف نتكلم عن الويت جروبس إذن الويت جروبس هي عكس عمل السيليكت إذن السيليكت هي تقوم فقط بالاختيار بين أحد الـجولوتينز أو الـشانلز المتاهة بينما الويت جروبس فهي سوف تنتظر جميع هذه الـجولوتينز حتى يتم تنفيذها الويت جروب هذه عبارة عن ستراكت يعني مثل الكلاس تطرغنا لموضوع الستراكت سابقا إذن الويت جروب تحتوي على من خلال هذا يمكن أن نعرف ما هي الـجولوتينز التي قامت بإكمال مهمتها والتي ما زالت تعمل هذا الـجولوتينز عندما يصبح زيرو أو سفر فمعناه أن جميع الـجولوتينز قامت بأداء مهمتها أو تم تنفيذ جميع هذه الـجولوتينز إذن نأتي الآن هنا نرى كيف نقوم باستخدام الـ طبعا سوف نحتاج إلى أن نقوم بعمل لهذا الموديول هنا السينك لأنه هو الذي سوف يوفر أن هذا الـ هنا ويت جروب إذن نأتي هنا على النظري إذن هنا نقوم بعمل كالعادة من ستارت من أند هنا سوف نقوم بإنشاء جديد بهذه الطريقة إذن لدينا هنا هذا الـ إذن سوف يكون هذا هو الـ الخاص به إذن سينك دوت ويت جروب إذن هذا الصدر هنا سوف يقوم بإنشاء لنا ويت جروب طبعا سوف يكون يعني فارغ بعدها سوف تكون لدينا حلقة تكرارية من واحد إلى غاية الثلاثة الآن هذا المتغير هنا ويت جروب يحتوي أيضا على بعض الميثود التي سوف نقوم باستخدامها لدينا أول ميثود هنا وهي الآن هذه تقوم بإضافة لنا واحد للكاونتر فكما قلنا سابقا أن الـ يحتوي على كاونتر ومن خلال هذا الكاونتر يمكن أن نعرف هل تم تنفيذ هذا الغاوروتين أم لا إذن هنا في كل حلقة تكرارية نحن نقوم بإضافة واحد إلى هذا الغاوروتين ولدينا هنا هذا الغاوروتين السيربيس إذن نأتي هنا على السيربيس أين هو إذن هذا هو الغاوروتين سنعود إليه إذن لدينا هنا هنا حلقة تكرارية من واحد إلى ثلاثة إذن سوف يتم تنفيذنا ثري غاوروتين وبالتالي هنا أيضا في الكاونتر سوف يكون لدينا ثلاثة نحن كل مرة نقوم بإضافة واحد الآن هنا عندما نستخدم الويت جروب فسوف نحتاج إلى تمرير الأدرس الأدرس الخاص بهذا الويت جروب للغاوروتين إذن نحن هنا نقوم بتمرير الويت جروب وأيضا نقوم بتمرير هذا الكاونتر هنا واحد اثنان ثلاثة وأيضا لدينا هنا هذه الميطود ويت إذن سوف يقرأ هذا السطر يقرأ هذا السطر يقوم بإنشاء لنا هذا المتغير هنا يتم تنفيذنا الحلقة التكرارية هنا لحد الآن لم يتم تنفيذنا أي غاوروتين الآن غاور عندما تصل إلى هذا السطر wait group.wait هنا الغاور سوف تنتظر حتى يتم تنفيذ لنا جميع هذه الغاوروتين التي عددها ثلاثة إذن سوف تنتظر حتى يصبح الكاونتر سفر كما قلنا عندما يصبح الكاونتر سفر فمعنى أنه تم تنفيذ جميع هذه الغاوروتين وبعدها يتم تبعط لنا هذا السطر نأتي الآن هنا على هذا الغاوروتين كما قلنا هنا نقوم نحن بتمرير الميموري أدرس لهذا wait group وهنا لدينا ال id أو العداد الخاص بالحلقة التكرارية نسميه instance على سبيل المثال هنا نعمل time sleep إذن ثلاث ثواني بعدها هنا نقوم بالطباعة إذن سوف يكون service وهنا سوف يكون لدينا رقم هذا service dynamic اعتمادا على الكاونتر الذي نقوم بتمريره لهذا الغاوروتين إذن سوف يكون المرة الأولى واحد ثم اثنان ثم ثلاثة وأخيرا لننسى أن نقوم باستدعاء الميثود don أيضا الموجودة في هذا المتغير weight group إذن don هاته سوف تقوم بعملنا decrement للكاونتر يعني سوف تقوم بإنقاس لنا واحد من الكاونتر الخاص بالweight group فهي تعمل عكس ال add method إذن عندما يتم تنفيذ لنا الغاوروتين الأول نقوم بإنقاس هنا واحد من العدات يصبح لدينا اثنان ثم يتم تنفيذ لنا الغاوروتين مرة أخرى فبعدها أيضا نقوم بإنقاس واحد من العدات فقط يبقى لدينا غاوروتين واحد أيضا سوف يتم تنفيذه مرة أخرى على حسب الفورلوب التي قمنا بتعريفها في الأسفل هنا وبعدها أيضا يتم عمل decrement للكاونتر إذن سوف تصبح قيمة الكاونتر صفر وبالتالي تم تنفيذ جميع الغاوروتين والآن الغاوروتين سوف تنتقل إلى السطر المواني نجرب الخط إذن نعمل غاورا لهذا الملف إذن سنلاحظ هنا service 2 service 3 service 1 ثم main end طبعا هنا تنفيذهم سوف يكون يعني ليس بالترتيب إذن نلاحظ هنا لدينا اثنان ثلاثة واحد هنا لدينا اثنان واحد ثلاثة هنا ثلاثة اثنان واحد هي المهم أنها تنتظر حتى يتم تنفيذ جميع هذه الغاوروتين إذا هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الشرح نلتقي في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر